السلام عليكم ربنا يرحم الناس اللي ماتت ويعزي أهليهم ويشفي الناس المصابين ويخفف عنهم أمين يا رب دي سهاج يا جماعة ودي أسيوت كان فيه قطر طالع من سهاج بيقف المراغة وبعد كده المفروض كان يقف طهطة بعد كده يكمل على طمه لغاية ما يوصل لأسيوت بيقف في كل المراكز كان ماشي وراء قطر تاني سريع جدا جاي من سهاج طلع من سهاج المفروض ان يروح لغاية أسيوت على طول من غير ما يقف على أي محطة في النص طبعا ان فكرة ان قطر مباكز يمشي قدام قطر سريع جدا دي فكرة لوحدها غلط يعني ده أمر ما كانش مصبوط لكن لو كانت الإشارات شغالة اللي هي التحكم الإلكتروني في القطر اللي لسه معمول قريب في المنطقة دي لو كان شغال جوه القطر السريع الوراني ما كانش استضم بالقطر القدام يعني استضم بي فين بالزبط وإن اللي حصل أقول لكم القطر البطيق كان طالع من المراغة رايح لغاية تحتها المسافة من المراغة لتحتها أقل من 13 كيلو في حاجة في النص كده اسمها الصوامعة بينها وبين المراغة أقل من 8 كيلو والقطر عند الصوامعة حد من الشباب اللي جوه القطر أو الناس اللي جوه القطر شد فرامل الأمان الخطرة اللي في عربيات القطر فوقف القطر والقطر في الحالة دي بيقف إجباري حتى لو كان السواق بتاع القطر مش عايز القطر يقف فوقف القطر ووقف الملف ده اللي هو بعد الصوامعة على طول وبتدى القطر وصل للمنطقة دي كده بعد كده حصل إيه والقطر وقف هنا في قطر سريع تاني بقول لكم مش مشاق غير خاصية التحكم الإلكتروني بسبب كسرة التصليحات والأعطال والتأخرات اللي بتحصل للقطرات بسبب تشغيل هذه الخاصية الخاصية دي بتدينا أمان جامد لكنها بتخلي القطرات تتأخر فحصل إيه السواق ما كانش موجود أصلا وساب الموضوع للمساعد مش عارف كان فين السواق بصراح ساب الموضوع للمساعد المساعد طاير بالقطر بقى من المراغة وداخل على الصوامعة طيب يا مساعد ألم ترى الإشارات اللي بتقول لك أصفر أحمر يعني هدي أو وقف كان فيه إشارات معرفش بقى هو ما شافهاش ولا إيه التحيات هتقول كده لكن لاحظ إنك بعد ما بتطلع من الصوامعة شايف بعد ما القطر بيطلع من الصوامعة هيلاقي ملف ملف جامد كده بيحوض يمين الملف ده يمنعك من إيه يمنعك إنك تشوف المسافة بعد الصوامعة فيها إيه حتى لو قطر واقف بعد الصوامعة على فكرة القطر اللي كانت خبط من وره ده كان واقف يا دوبك بعد الصوامعة بتمنمية متر يعني أقل من كيلو فيعني السواء مش هيلها حتى إنه يشوف ولا يعمل حاجة فأنت كمان التمنمية متر دولة عبارة عن ملف زي ما أنتو شايفين كده القطر هيلف كده هو فهيبقى السواء وهو سائق يا جماعة القطر السريع مش هيشوف القطر التاني اللي واقف هنا اللي واقف في موقع الحادث في المنطقة دي عند المقابر دي اللي هي مقابر اسمها مقابر الصوامعة غرب في الحتة دي بالزبط هنا بس فأت خبط القطر خبط جمدة جدا الناس كانوا هنا في جامع كانوا بيصلوا الظهر سمعوا صوت الارتطام الشديد قاموا هبه وراحوا يشوفوا إيه اللي حصل اللي أنا عايز أقوله بقى حاجة إنك أنت دلوقتي كل شوية حتة في السكة الحديد بتصلحها أو بتغير القطبان بتاعتها أنا يا جماعة بستعمل السكة الحديد كتير جدا بلاحظ إن نفس المنطقة بيغير قطبانها كل عشر سنين كل اتنشر سنة وده ما بيحصلش في أي حتة في العالم أي حتة في العالم القطبان دي بتتغير كل خمسين ستين سنة إزاي كده؟ كمان تعال أشوف حاجة تانية أنا عايز أقول عليها مدينة دايروت اللي هي هنا اللي أنا ساكن فيها دي المحطة بتاعتها اتجددت وافتتحت سنة 97-98 ليه يجددوها تاني ويكسروها تاني ويرمموها تاني سنة 2016 شوف يا وزير النقل وشوف يا سيادة الرئيس وشوف يا رئيس الحكومة إيه اللي بيحصل في مدينة دايروت وشوفوا بقى إيه اللي خلق القطر ده ما يقفش ويغبط في القطر التاني اللي وراه وعايزكم تشوفوا يا سيادة المسئولين يا سيادة يا مسئولين عايزكم تشوفوا ليه كل شوية إحنا بنكسر سكة حديد ونعملها تاني أو بنخلع قطرات ونعملها تاني معشان كده هنفضل طول عمرنا القطرات بتتأخر بينا ما فيش قطر بيوصل في معاده بسبب كده إنه غالباً أنت على طول بتصلح في السكة الحديد تصلح في السكة الحديد على طول المسافة من دايروت للسيوت دي كل شوية يتكسروا ويشيلوا قطبان ويحطوا تاني أو من قصوت للمينيا المدينة اللي أنا بسافر عليها كتير كل شوية بيكسر قطبان ويحطوا قطبان غيرها أتمنى تتدخلوا حضراتكم وأنا آسف لو لغة الفيديو فيها حاجة ما عجبتش حضراتكم لكن أنا نفسي أشوف بلدي بجد أجمل بلد في الدنيا شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته